موسيقى السلامة المسيح وربي بارك يومكم تحية طيبة تحية عراقية لك ويليش وينما بتكونون هاليوم دريد نتأمل بكلمة الكلمة وموضوعنا هاليوم المسيح الأزلي نقرأ من إنجيل يوحنى أصحاح الأول أول آيتين اللي موجودة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله يعتبر إنجيل يوحنى من آخر الأنجيل اللي فعلا كتبت بالروح القدس والتركيز بإنجيل يوحنى أنه ينفرد بلاهوت المسيح الإصحاح الأول هو الرسالة الأساسية في الإنجيل باقي الإصحاحات تعتبر تفسير وشرح للإصحاح الأول من يكتب إنجيل يوحنى أنه كلمة في البدء هنا ما يقصد بيها البدء من ناحية الوقت ولا من ناحية الزمن لكن يقصد بيها من ناحية الأزلية أي قبل أي شيء كان منذ الأزل في البدء كان الكلمة عكس أصحاح أو سفر التكوين أصحاح الأول من يتكلم في البدء خلق الله السماوات والأرض هنا بيتكلم عن موضوع الوقت في وقت معين في زمن معين الله بدأ يخلق السماوات والأرض كان الكلمة الكلمة موجود الكلمة موجود منذ الأزل وركز على الكلمة بتستخدم بحالة الذكر وليس الأنثى الكلمة موجود منذ الأزل والكلمة كان وليس كانت كان عند الله منذ الأزل والتوضيح أن الكلمة هو الله وهنا بيتكلم عن الكلمة هو المسيح أيضا هو منذ الأزل هو عند الله من أول آيات اللي موجودة في إنجيل يوحنة بنشوف أهمية الذكر وتعليم عن لهوت الرب يسوع المسيح ولهوته الأزلي وهذا بيوضحها أكثر وأكثر في كل الإنجيل من نقرأ ونتعلم من إنجيل يوحنة بيركز على من هو المسيح بيتكلم عن أزلية وأبدية المسيح بيتكلم عن سلطان المسيح بيتكلم عن قوة المسيح اللي بنشوفه فقط في الله فنجي لموضوع أنه فعلا نستنتج المسيح هو أزلي هو منذ الأزل موجود وإلى الأبد حيكون موجود هذا هو المسيح اللي بالكتاب المقدس بيعلمنا عنه وبيعرفنا إله فشجعك فعلا تقرأ الكلمة تتعمق بيها تتوضح لك كثير أشياء وغنى اللي الله يريد يكشف لك إياها والكنوز اللي موجودة في كلمته يا رب يسوء وصلي من أجل كل واحد يا رب يفتح كلمتك أنك أنت بروحك القدوس تفتح عيونة يا رب على الحقائق الأساسية والمهمة اللي موجودة يا رب لخلاصنا لحياتنا اليومية معك أنت بإسم المسيح يسوء وصلي آمين آمين وربي باركك اشتركوا في القناة